بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزنة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سوى في مناسب الله وأن السبارة الأفكار ومنكم أمانك أحيانك يأتي الضوء وعلى عمر يتحسن مجرد مجرد يتحسن كل مزركة سوف يتحسن كل مزركة سوف يتحسن سوف يتحسن وأنكم وإن تحسن سوف يتحسن المساعدة للمساعدة سألتك في الحصول على مؤسسة ثم ترجمة نانسي قنع ثم ترجمة نانسي قنع الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلان للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد And among mankind is he who disputeth concerning Allah without knowledge or guidance or a scripture giving light turning away in pride to beguile men from the way of Allah for him in this world is ignominy and on the day of resurrection we make him taste the doom of burning and unto him it will be said this is for that which thy two hands have sent before and because Allah is no oppressor of his slaves and among mankind is he who worshipeth Allah upon a narrow march so that if good befalleth him he is content therewith but if a trial befalleth him he falleth away utterly he loseth both the world and the hereafter that is the sheer loss he calleth beside Allah unto that which hurteth him not nor benefited him that is the far error he calleth unto him whose harm is nearer than his benefit verily an evil patron and verily an evil friend lo, Allah causeth those who believe and do good works to enter gardens underneath which rivers flow lo, Allah doth what he intendeth من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء thus we reveal it as plain revelations and verily الله guideth whom he will لو those who believe this revelation and those who are Jews and the Sabaeans and the Christians and the Magians and the idolaters لو Allah Allah will decide between them on the day of resurrection lo Allah is witness over all things hast thou not seen that unto Allah payeth adoration whosoever is in the heavens and whosoever is in the earth and the sun and the moon and the stars and the hills and the trees and the beasts and many of mankind while there are many unto whom the doom is justly due he whom Allah scorneth there is none to give him honor lo Allah doeth what he will هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذه twain the believers and the disbelievers are two opponents who contend concerning their Lord but as for those who disbelieve garments of fire will be cut out for them boiling fluid will be poured down on their heads whereby that which is in their bellies and their skins too will be melted and for them are hooked rods of iron whenever in their anguish they would go forth from thence they are driven back therein and it is said unto them taste the doom of burning lo Allah will cause those who believe and do good works to enter gardens underneath which rivers flow wherein they will be allowed armlets of gold and pearls and the raiment therein will be silk they are guided unto gentle speech they are guided unto the path of the glorious one lo those who disbelieve and bar men from the way of Allah and from the holy mosque which we have appointed for mankind together the dweller therein and the nomad whosoever seeketh to violate it wrongfully him we shall cause to taste a painful doom وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسم ثم محلها إلى البيت العتيق ومن فوصو اسخبث partners unto الله it is as if he had fallen from the sky and the birds had snatched him or the wind had blown him to a far off place that is the command and who so magnify the offerings consecrated to Allah it surely is from devotion of the hearts therein are benefits for you for an appointed term and afterward they are brought for sacrifice unto the ancient house وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ سْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذقوا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فقد سعصوا بَنَ ثنون وَاسْ خُفَلَنُ تَمَنُّ كَعِرْا لَمَكَهَا لَمَانًا إِذٍا لَا أَفْمَا لَا أَنْ وَمَنِهُ المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاتبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروتها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أخذتهم and how terrible was my abhorrence how many a township have we destroyed while it was sinful so that it lieth to this day in ruins and how many a deserted well and lofty palace have they not travelled in the land so that they have hearts wherewith to comprehend and ears wherewith to hear for indeed it is not the eyes that grow blind but it is the hearts which are within the bosoms that grow blind and they will bid thee hasten on the doom and Allah faileth not his promise but lo a day with Allah is as a thousand years of what ye reckon and how many a township did I suffer long though it was sinful then I grasped it unto me is the return a man thou art 2 27 27 شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة